الخرق الرقابية في وزارة التجارة والاستثمار بعمل جولات تفتيشية على المكاتب والشركات العقارية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام المكاتب والشركات العقارية بنظام المقيمين المعتمدين وعدم ممارسة مهنة التقييم إلا عن طريق المنشآت الحاصلة على الترخيص وذلك بعد استكمالهم المتطلبات واجتيازهم البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حيث تسهم مهنة التقييم في حفظ الحقوق وإيجاد بيئتهم ملائمة للاعتمان ورفع مستوى الثقة والأمان في الاقتصاد الوطني وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على التأكد من تطبيق التشريعات واللوائح التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين والتي من أبرز مخالفاته المنصوص عليها مزاولة مهنة تقييم العقارات دون الحصول على ترخيص أو مزاولة تقييمها بعد نهاية الترخيص أو شطبه أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة كما نص النظام على العقوبات لمخالفي نظام المقيمين المعتمدين والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة أو غرام 200 ألف ريال أو إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين المعتمدين